البيئة أولاً تتتحكم في مصير الإنسان بندر المحمودية بلد صغيرة على ترعة المحمودية والد حسن البنة الشيخ أحمد البنة كان انتقل إليها من بلده الأصلي بحثاً عن الرزق من أبك الراجل علم ودين ودرس على إيه للشيخ الإمام محمد عبد في المحمودية فتح محل تصليح الساعات مش الساعات بس ده برضو كان بيصلح جرام ثونات وبعد اللي قولنا دي حد لو نفسي يسمح حاجة يا راجل أقوط أقوط ما تلعبش روحك رايح نفسك يا راجل أقوط السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حاجة فضل إيه زي تفضلك شيخ أحمد نعم كانت بتتابي ابن البكر بعد بكرة بالليل بعد صلاة العيشة كده ربنا يتمل بخير يبقى احنا إن شاء الله نصلي للعيشة جماعة في المسجد وبإذن واحد أحد نخرج من الجامع على عقد القراني وإن شاء الله يا سيدي ربنا يجعلها زية مباركة ويطرح فيها البركة الله يبالك فيك وبال ما نكتب لحسن ابنك الله من هو فيه كنت عايز أعزمه هو والولاد أصحابه الأولاد هي اللي بتعمل زيته وهيسه في الأفراح عارفين يا أولاد أنا ليه أخرت موعد انصرفكم؟ مم؟ لقد سألت سؤال هل أسمع منكم أو من أحدكم إجابة؟ يا سيدنا أنت اللي أخرت موعد انصرفنا فالسبب عندك وليس عندنا آه منك يا ابن السعاتي كنت أعلم أنك أول من ينطق شوفوا يا أولاد تأخركم النهاردة ليس عقابا أو تكديرا ولكنه درس درس في الصبر والجلد والقدر على التحمل الدنيا ليست سهلة كما تظنون من يفوز في هذه الدنيا هو من له القدر على الصبر والجلد والتحمل هيا انصرفوا جميعا ما عدا حسن من غيرك يا فتى أحق بأن ينال شرف توصيلي إلى الدار هيا بسم الله الرحمن الرحيم احنا الروح البيت من أهله طريقة حسن الطريق المعتد يا سيدنا عشان قريب لا أنا عايز أمشي بالطريق البعيد يا سيدنا السيدك القريبة أحسن من البعيدة اسمع فتى أنا مش معاكم ليه يا حسن أنا متنيش ظهري للركوع إلا قدام ربنا شوفوا لعبة تانية تلعب معنا أسكر أحراميه؟ ألعب معاكم بس لعبة جديدة إحنا نعمل جيش كفار وجيش مؤمنين والتنين يحربوا بعض ونشوف مين الغالب ومين المغلوب طيب شروح لنا هاللعبة دي يا حسن جيش مؤمنين وجيش كفار وجيش الكفار لازم يكون عدده أكتر من جيش المؤمنين طيب شمعنا؟ عشان أنا اللي هقود جيش المؤمنين والآية الكريمة بتقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ها مين في جيش المؤمنين ومين في جيش الكفار المؤمنين على اليمين والكفار على الشمال بصراح يا والدي أنا عاوز أسيب الكتاب وروح للمدرسة تسيب الكتاب تسيب الكتاب من قبل ما تحفظ الكرآن بالكامل ده أمر مستحيل ولا يمكن يحصل الكرآن يا حسن الكرآن يا ابنين الكرآن أولا وأخيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين ألعبت عليك غير المهضوب عليك ولا بضاني صلاة الله العظيم الشيخ زران عمرة أخرى الدرس تلقيه عنده مصلحة بيقضيها ويمكن يكون مريض فل الله ولا فلك يا شيخ ربنا يسلم سيدنا ويحفظه من كل سوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المجرسة الأعدادية كانت بداية جديدة للتنميس حسن البنة زي ما سمعت كان من الواضح أنه عنده نبوخ قوي وصاحب تأثير حتى على اللي أكبر منه عنيد عنده صلابة في المواقف لكن المدرسة الأعدادية هتفرق معاه في حاجات كتير حسن البنة يا أشرف استفاد من كل حاجة حصلت في حياته مبكرة وكان لها تأثير كبير قوي في تأصيل أفكاره ترجمة نانسي قنقر